السلام عليكم نكمل محاضراتنا عن ال-NMR ك-HNMR وشلو ممكن نحل السؤال اللي يجينا عن ال-HNMR وبقية الناط الأسئلة عدنا بالنسبة لحل السؤال مات ال-HNMR بمعنى آخر انه كيف من ال-informations اللي تجيني I can conclude the chemical structure for the compound احنا قلنا سابقا احنا عدنا 3 cases طبعا اول خطوة انت تحلها هي تطلع عندك submission of integration وراها ش تسوي تسوي comparison تقارن submission of integration مع number of proton within the chemical formula قلنا مثل ما حكيناها سابقا شكيم cases in the 3 case يأما submission of integration greater than the number of proton within the chemical formula or lower than or equal to إذن يأما greater than or lower than or equal to زين تخليها ببالك من يكون عندك greater than معناها الخطوطين اللي ورا ال-comparation قسمة بقسمة إذا يكون عندك lower than لا تكون عندك قسمة ضرب والقسمة تعكسها مثل ما أخذناها وراح أذكرك إياها مرة أخرى من تكون equal to it's up to you شون ما تريد تحلها حالها تحلها according to greater than according to lower than ما أكو differentiation خلينا أخذ هذا السؤال السؤال شي يقول لي يقول لي أنه أنت أنت أنش مركب هذا الكيميكال فورميلة مالتا وهذا المركب يحتوي لي كاربوني القروب طلعت بال IR ما هنانا يقول لي عندش كاربوني القروب كان الأفضل يقول لي ال-position مالتا لين أنت من ال-IR تعرف يعني أنت من ال-organic chemistry تعرف الكاربوني القروب تقل بال aldehyde والكيتون كاربوكسيلك أسد إستر أمايد أنهايد رايد وثيبا كل type of compound الكاربوني القروب تظهر عندك بـ position تختلف عن الآخر يعني aldehydeات وكيتونات بـ 1620 1635 عندك إذا استرعت بالـ 1700 يعني تختلف فهنانا ما نعطيني ال-absorption فنعطيني بس معلومة أنه أنت عندش كاربوني القروب ش نعطيني بعد معلومة نعطيني ال-chemical shift ملك الوحدة نعطيني السيبلتينج ملك الوحدة هاي كلش مهمة ونعطيني ال-integration إذن أبدي بأول خطوة أبدي بيها بكل سؤال مات ال-NMR إنه ك-HNMR أسوي submission مات ال-integration submission من ال-integration 15 11 14 يعني 10 20 30 35 35 40 هذا submission من ال-integration طلعت 40 أرجع أقارن ال-integration مع number of protons حتى أعرف الخطوة الوراها تكون قسمة لو أضرب 40 greater than 8 إذن معناها قسمة بقسمة إذن راح أقسم ال-40 على ال-80 من قسمة ال-40 على ال-80 إش قد يطلع عندي راح يطلع عندي خمسة لكل بروتون إذن أرجع مجلنا ما دام ال-submission أكثر من البروتون يسوي قسمة بقسمة إذن أرجع مرة ثانية إش أقسم على ناتج القسمة على number of protons اللي هي خمسة حتى أطلع كل integration إش كم بروتون بي فرح أقول 15 divided by 5 إذن هذا ال-peek اللي هي بيها 15 إش كم بروتون المفروض بيها المفروض هذي بيها 3 بروتون أرجع 11 تقسيم 5 2 2 2 إذن هذي ال-peek اللي هي quart 8 اللي هي position معلتها بال 2 3 اللي integration معلتها 11 لازم إش قد عدد البروتونات اللي بيها تكون 2 14 رح يكون عدنا 2.8 إذن قربها لازم تكون 3 بس لم أقل ال-conclusion هذه 3 هذه 2 هذه 3 أرجع أتأكد أجمع 3 و2 6 3 2 عفو 5 3 و2 5 و3 8 طيب أنا ال-conclusion هل هو أنه نفس number of protons within the chemical formula جواب إيه إذن أنا لحد الآن conclusion ما تيكون عندك صح إذن هس رح نيجي هذا خلي ناخده ونروح نسولف هناك هاي أفضل أنت شا سوي تكمل هذا الجدول هناك number of protons فهذي جد number of protons هذي جد number of protons هذي 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 وهذه هنا ايضا ستكون لدينا 3 اذا افتهمنا هذه لازم تكون 3 طيب واللخة 2 واللخة 3 نرجع هسا وين نشتغل؟ نشتغل على هذه على هنا من يقول الانتغريشن اللي عندك بيه 15 اللي تظهر لك بال1.1 اللي بيه 3 بروتون هي triplet triplet معناها شنو؟ معناها الان بلاس 1 equal to what? equal to 3 تمام حتى طلقت الى triplet؟ احنا مو قلنا الان هي معناها number of protons where the neighboring carbon اذا من انا اريد اطلع قيمة اين اش قد ساويلي؟ اش راح اقول؟ راح اقول اين؟ معناها شنو؟ هذي مثل الرياضيات مثل ما تعرف ما نتحولها هنا نصير 3-1 اذا اين؟ لازم تحتويلي على 2 بروتونس انا من عندي 3 بروتونس هذي مين تجيني؟ يا اما 3-CH اللي هي تكون chemical equivalent او ابسط شي عندي CH3 مادام ال neighboring carbon اللي ترتبط بهذه الكاربون اللي تحتوي لي 3 hydrogen atoms المفروض بها 2 بروتونس اذا معنا هذي مين تجيني؟ تجيني من CH2 او تجيني انه هذي عندي CH3 bonded to 2 chemical equivalent CH حتى عدد البروتونات يبقى عندي 2 نرجع اذا احنا اخذنا هذا الاحتمالية الاولى لدي وهذه ثاني احتمالية اللي موجودة لدي نرجع يقول لي هاللي تطلع الميدعش اللي تطلع عندي 11 هذي تكون عندك تحتوي لك 2 بروتونس وتكون quartet اذا معناها N plus 1 ماذا تساوي لي quartet؟ معناها 4 اذا ال N ايش كده تساوي لي؟ راح اقول 4 minus 1 يعني هذا كأنما احاول هنا حتى اطلع قيمة N N تساوي لي 3 اذا هذي اللي هي quartet اللي تحتوي لي 2 بروتونس لازم تتصل بذرة كاربون تحتوي لي على 3 بروتونس اذا هذا اكانسل لان هنا انا عندي 2 بروتونس bonded to what? to 3 بروتونس خلصنا نرجع على السي السي شي يقول لي يقول لي singulate وتحتوي لك على 3 بروتونس طب ما دام 3 بروتونس نحن معناها 100% عندي CH3 قد تكون عندي CH 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 لكن 3 CH تكون bonded together أبسط شيء أول ما فكر بي عندي CH3 ما دام سنجليت خلي نرجع N plus 1 معناها ش الساوي لي 1 إذن N قد ساوي لي معناها 1 minus 1 equal to 0 معناها هذي CH3 إذا كانت تكون من قد ساوي إذا كانت تكون من قد ساوي لتكون من قد ساوي يعني هذي كلها R group أو whatever المهم مو هيدروجين أو كانت تكون من قد ساوي إلى الوكترونس مع قد ساوي أو كانت تكون من قد ساوي إلى هيترواتوم أحد هذي الإحتماليات اللي ناخذها طبعاً إحنا المفروض شو نسوي نسوي calculation من البداية يعني ورا ما تسويت هذه أو قبلها يعني مو مهم المهم أنت تسويها عندك نسوي calculation للإندكس of hydrogen deficiency بنفس الطريقة اللي كنا نسويها أدنى نفس الطريقة اللي كنا نسويها أدنى بإلماس هاي مو أشرح وأسأله فيأخذني الواحس فأنسى إذن هنانا اشعدنا نرجع على الchemical formula اللي ناطيني إياها C4H8O2 من تحل لتتعجز ترجع تتأكد لأنه مجرد تغلط غلط بسيط السؤال كله غلط C4H8O2 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 إذن إدي 4 minus 8 divided by 2 ترغل ما عندي يعني هاي كتابتها أمي كتابتها مو مشكلة هادي 4 إذن 4 ويال 4 تروح إذن شباقي لي 1 أكو داعي أفكر بالبروبابينيتي زمالت 1 لا لأنه مش داي يقولي بالسؤال داي يقولي يحتوي لك على كاربوني القرو إذن ماكو داعي أفكر بيها طيب امساعدني معلومة ثانية خلي أرجع يعني ممكن هنا ممكن تكون كيتون أو ألديهايد زين كيتون وألديهايد أنا ش عندي هنا عندي O2 إذن بهالحالة لو كان عندي OH الOH تظهر عندي سنجليت وتحتوي لي على 1 بروتون طيب هنا أنا ش نعطيني نعطيني هذه البيكات نعطيني سنجليت بس هذي السنجليت شكم بروتون طلعنا بيها 3 إذن أكنسل من بالي أنه أنا عندي OH يعني ممكن طالب شي يقولي يقولي إيه إحنا عدنا ألديهايد أو عدنا كيتون بيها 3 بروتون أو يقولي سنجليت بيها 2 بروتون معناها هذه أما عندي CH3 ترتبط بكاربون ما بيها بروتون أو ترتبط بهترواتوم أو ترتبط بأليكترون بيها 7 ترتبط بهترواتوم أو تم أسرعشة في الصالب أو ترتبط بكاربوكسيل الأفوال بس بدنا Chloe وأنا أصبت بكاربوكسيلي دائما أصبتك بيها 2 بروتون إذن في هذه الحالة إذا أصبت كباربوكسيلي دائما أصبتي ما أصبتك بديها 2 بروتون من الكاربوكسيليك أسد يطلع لي بال HNMR يطلع لي فوق العشرة زين أني هنا عندي عندي فت بيك على العتلي لا إذن أكانسل من بالي أني عندي هيدروكسيلوغروب إذن ما باقي لي إلا أبشن واحد أني عندي أستر نعيدها مرة ثانية إحنا من عندي هنا كاربونيلوغروب خلاص افتهمت كاربونيلوغروب وشون هي البروبابلاتيز من الكاربونيلوغروب Aldehydo ketone أو يكون عندي أستر أو يكون عندي كاربوكسيليك أسد عندي أمايد عندي يكون عندي مثلا أنهايدرايد طيب ناخذ أول شي هل ممكن يكون عندي Aldehydo ketone ممكن Aldehydo ketone بس أنا عندي هنا بالكيميكال فورميلا طالب يقول ممكن أني عندي Aldehydo ketone وهذا Aldehydo ketone كاربوكسيليك أسد لو عندي كاربوكسيليك أسد البروتون ما الكاربوكسيليك أسد وين يطفر لك يطفر لك لي فوق فوق الأشرة يعني عندي لا طيب لو كان عندي الاندي الانديكس of hydrogen deficiency equal to 4 رح ينضاف لي probability أخرى اللي هي تكون عندي ممكن تكون عندي phenolic compound وهذا الفينول يحتوي لي على substituted group as carbonyl طب هم نرجع همينا عندي ضمن الرينج من الفينول عندي هنا هناك peak لا ما عندي إذن معناها لا عندي Aldehydo ketone ولا عندي كاربوكسيليك أسد ولا عندي أتياري طبعا ما دام الانديكس of hydrogen deficiency equal to 1 أتياري أنا ما عندي بنزيرينج إذا ما عندي phenol باقي شنو عندي هل ممكن أن يكون عندي أمايد ذنية وين النيتروجين حتى عندي أمايد إن الأمايد غير بي نيتروجين أنا بس دا يقولي عنديش أكسيجين إذن مية بالمية أنا ما عندي إلا أستر إذن هسا أول مشكلة تخلصت من أدها حددت شن هي أنا موجودة عندي أستر إذن نرجع إحنا هسا طلع أدنى طلع أدنى هنانا خلي هذي أه أنشيلها طلع شنو الموجود عندي عندي CH3 CH2 هاي شون استنتجت إنه CH3 مرتبطة بCH2 من إيش مثل ما حاليناها هنانا من السيبليتينج اللي ناطيني إياها نرجع إش ناطينيهم قايل اللي عندش CH3 أكتبها كل هذي اللي قروبات اللي أنا طلعتها أكتبها قدامي وقايل اللي عندش Cdb.O CH3 وقايل اللي شنو الموجود عندي Cdb.O إحنا قدنا كاربون قدنا هيدروجين قدنا أوكسيجين إش قد الكاربون قدت لك دائما أرجع شيك 482 إش قد لحد الآن إحنا 1 2 3 4 إذن هذي 4 كلت إذن باقي لي 0 إش قد الH 3 3 سورها CH2 وان راحة 2 معروف 3 3 6 2 إذن هذه همين 0 أوكسيجين راحة واحدة شباقي لي باقي لي أوكسيجين باقي لنا أوكسيجين إذن 100% عندي إستر إذن الإستر اللي موجود عندي راح يكون عند 2 probabilities يا أما الإستر اللي موجود عندي راح يكون عندي بهذا الشكل اللي هو خلي هين مسح يا أما راح يكون بشكل CH3 CH2 C C double bond O O CH3 or CH3 CH2 O O C double bond O CH3 نرجع آني هذي CH3 مو طلعتها سنجليت هذي CH2 يعني إذا أقول N plus 1 إش راح تساوي مو 3 plus 1 إذن هذي راح تكون عندك إيش تكون عندك اقوارتت هذي جدني تكون عندك سنجليت وهي تكون عندك اقوارتت أرجع إلى الرسم هذي اللي الانتغريشن مالتها 14 إش داي يقول داي يقول سنجليت آني عندك two factors اللي كترون with drawing ك group زي ما تعرف partial positive partial negative وعندي heteroatom هذي تسوي d-shielding والheteroatom تسوي d-shielding منو d-shielding معلتها الأقوى d-shielding معلتها الأقوى عندك heteroatom إذن لو كانت heteroatom ترتبط عندك بCH2 إذن منو أشوف هنا أشوف هنا البي كات مت الكوارت لكن لو كانت الهتeroatom ترتبط بالCH3 اللي هي cingulate إذن اللي أشوف المور d-shielding هو cingulate هيدها مرة ثانية أنا أريد أعرف يا structure هو correct one هذا or this أي واحد من أدهم هو correct one شون أجي أعرف أنا عندي مثل ما قلنا two factors اللي هي عندي هذه electron with the strong group تسوي إذن d-shielding والهتروatom تسوي strong d-shielding greater than d-shielding that caused by electron with the dron group طيب كيف أعرف يا structure هو صح أرجع فكل واحدة من أكتب شنو الانتغريشن معلتها هذه الانتغريشن cingulate هذه الانتغريشن quartate طيب إذن أقول إذا الستركتش ما التي صح هو هذا المفروض المور d-shielding هي تطلع لل peak مت cingulate وإذا الصح هو هذا فمن تتطبط عندك بالهتروatom عندك ch2 شنو عندك splitting من ch2 quartate إذن لازم quartate هي المور d-shielding نرجع الرسم من هي d-shielding يقول l-b هي quartate ويقول c cingulate إذن من هي المور d-shielding cingulate إذن من هو structure الصح هو هي يكون عندي هذا اللي شرحت لك قبل شوية لاحظ هنا نجد يقول لك دع نكبر ها لاحظ هنا نجد يقول لك if a is correct structure cingulate هي لازم تكون عندك down field وإذا b معنى عندك quartate هي down field من NMR لاحظنا أن singulate هي down field إذن structure a هو correct one مثل ما أنا شرحت لك